مرحبا بكم جميعا أنتم في قناة توكور باختصار وهذه سلسلتنا من سلسلة تعلم الفرنسية مع توكور من الصفر في اليوتيوب درسنا درس رقم واحد بعنوان مصطلحات أولية إذن من فته الدرس رقم صفر يجده في صندوق الوصف هناك الدرس رقم صفر قلنا من الصفر إذن درس صفر موجود في صندوق الوصف وهذا درس رقم واحد لا تنسوا الضغط على الجام والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله إذن هي اللغة الفرنسية هي اللغة الفرنسية وسنتعرف في هذا الفيديو بإذن الله على المصطلحات المهمة التي يجب أن نتعلمها قبل أن نتعلم اللغة الفرنسية إذن علينا المجموعة الأولى كما تلاحظون الكلمة الأولى هي اللغة والتي نقولها بفرنسية هنا إشارة فقط لأعزائي وأحباء المتابعين يمكنكم الإعادة من بعد عندما أنتقوا كلمة أعدوها معي إذن اللغة وهذا بصوت مرتفع اللغة الفرنسية نقول لها اللغة الفرنسية نقول لها إذن اللغة الفرنسية إذن الكلمة الموالية لدينا الفعل تعلم أو يتعلم هنا غير مصرف نقول له أبخاندر اللغة الفعل أبخاندر تعلم أو يتعلم الفعل أبخاندر إذن تعلم الفرنسية تعلم الفرنسية هو URibr في دعلي بأعشان وأبخاندر تعلم اللغة الفرنسية هو تعلم اللغة الفرنسية تعلمنا اللغة الفرنسية نقول لها وتعلم اللغة التعلم اللغة الفرنسية نقول أبخند تعلم أو تعلم اللغة الفرنسية رأيتم؟ إذن هكذا نكون الكلمات لدينا هنا تمرين بسيط أربط بسهم لدينا كلمة تعلم الفرنسية واللغة إذن لدينا هنا لدينا الفرنسية إذن لدينا الفرنسية لدينا إذن الفرنسية إحسنتم اللغة اللغة أحسنتم أحسنتم المجموعة التانية كما ترون هنا المجموعة التانية من الكلمات هنا هذه الكلمات هي مهمة جدا جدا فهي تعتبر كأساس للغة اللغة لاب أو لا سي لا ب فهمتم إذن لا نفس واحد سي نفس واحد لا نفس واحد ب لا سي لاب وسنتعرف عن هذا لاحقا إن شاء الله إذن الكلمة المو المو وهي الكلمة العبارة لإكس برسيون لإكس برسيون أعيدوا لإكس برسيون جملة الفراز والكثير هنا ويقول الفراز هذا خطأ نقول لفخاز لفخاز الجملة الفقرة ونسميها لباراغراف 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 النص ونسميه لتكست لتكست النص النص إذن أعيد معكم فقط هنا للإشارة الحرف وهو أصغر شيء في الكتابة إذن الحرف الحرف من فقرات لتعبير الكتابي لتعبير الكتابي لإكس أكريت التعبير الشافهي لإكس أورال أذكركم بالضغط على الجام والاشتراك في القناة فضلاً ليس أمراً أكيد إن أعجبكم الفيديو القواعد نسميها الصرف الصرف نسميه وهو تصريف الإملاء ونسميها يجب معرفة هذه الكلمات لأنه مع مرور الدروس سوف نلتقي بهذه الكلمات ولا نبقى في الإعادة يعني لا نبقى نعيد في كل مرة الشرح إذن يجب حفظ هذه الكلمات عن دهر قلب والآن هنا عندي ملاحظة ولأن فهم السؤال هو نصف الجواب فدرسنا القادم سيكون حول أهم الأسئلة المطروحة باللغة الفرنسية والتي واجب حفظها عن دهر قلب وبعدها إن شاء الله سوف نتطرق للدروس بعد هذه الأسئلة إذن في سلسلتنا هذه وعندي إشارة صغيرة سوف نتعلم اللغة الفرنسية من كل جوانبها ما معناه هذا؟ معناه أننا سوف نتعلم جوانب عديدة وهي الكتابة القراءة تعبير شفح كتابي القواعد الإملاء وغيرها ولهذا سيكون برنامجنا كالتالي بإذن الله إذن سوف نبدأ بعد الفيديو القادم الذي سيكون حول الأسئلة التي تطرح في لغة الفرنسية سوف سيكون هذا البرنامج تعبير شفحي ثم تعلم أربع حروف أو أصوات قراءة تليها تعلم هذه الحروف كتابة ثم إملاء لما تعلمناه سابقا ثم قواعد وغيرها ومع التقدم في الدروس سنضيف دروس أخرى إن شاء الله وأذكركم أنه عندما أريد أستطيع جوفو جوفو بالتوفيق أحباي جوفو